أحسبوهم بأيامات بركة أسابيع ماكسيموم هي حكاية أسبوع أسبوعين مجموعة هواتف جالكسي جي 2017 تم تجميعها وتركيبها في الجزائر وستسوق رسميا في السوق الوطنية بعد أيام بأسعار مغرية وعروض مميزة بالإضافة إلى حلة جديدة بمختلف الألوان والتصاميم وداعا للاستراد والعملاق الكوري الجنوبي سامسونج يعود بقوة إلى الجزائر معلنا عن مباشرة العمل كثاني أكبر المصانع عالميا بعد الأرجنتين لتجميع وتركيب الهواتف الذكية سامسونج بالمنطقة الصناعية رويبا بالجزائر في قادم الأيام مجموعة جيسات برو و جي تروى برو بالإضافة إلى جيسات برايمي و جيسات كور و جراند برايمي بلوس التي تم تجمعها في الجزائر إضافة إلى أصناف جديدة ستكون متوفرة بداية من جوم في 2018 وبإشراف أزيد من ثلاثين مهندسا و مدربا من كوريا الجنوبية على أزيد من مائتين و عشرين عاملا جزائريا بالمصنع وقعت شركة سامسونج عقود شراكة بين وزارة التكوين المهني وكذا شركة تايم كوم التي ستكون شركة محلية في المشروع بشأن تدريب الشباب الجزائري الراغب بتطوير إمكانياته في عالم التكنولوجيات شركة تايم كوم التي ستكون شركة تايم كوم التي 팀 الجزائر تكوين المهني ومن كانت المشروع لتزيد من المهني لتوكيد من المشروع بين ومسنع تايم كوم التي ستكون لهم كوم التي ستكون لها وحسن تقايم ما هي من المشروعين ومتجم على أسناف جديدة وكانوا اشتركوا باستخدام من الانجنور كوريين افتتاحوا وحدة التجميع الجديدة كخطوة مهمة في الشركة الاستراتيجية بين شركة تايم كوم وسامسونج الجزائر للمشاركة في تطوير النظام الايكولوجي لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا القطاع الرقمي المحلي مع ضمان نقل التكنولوجيا